ومن تونس ينضم إلينا طارق السعيدي الكاتب والمحلل السياسي سيد السعيدي بعد التحية ضعف الأجور في تونس أسأل أولا عن تداعياته الاجتماعية على المواطن التونسي شكرا جزيلا شكرا على الدعوة تحية أيضا لكافة المشاهدين في الحقيقة تداعيات كبرى لضعف الأجور يعني الاقتصاد التونسي شهد تحريرا كاملا تقريبا في مختلف المجالات إلا في مستوى منظوم التأجير التي بقيت ضعيفة ومرتهنة لبعض الزيادات هذا الأمر أدى إلى فوارق كبرى ما بين الأسعار وما بين الأجور وفي آخر تصنيف دولي هناك مؤشرين يعني هامين آخر تصنيف دولي صنف أن أجور في تونس هي الأضعف رقم يعني 108 من جملة 105 دولة كما أن آخر الأحصائيات تقول الوطنية تقول أن الأجر في تونس لا يكفي إلا لمدة أسبوع وهذه الحقيقة يلمسها المواطنون عن طريق يعني وما يقومون به من شراءات منخفضة نتيجة تدهور مقدرتهم الشرائية بنسبة تتراوح ما بين 35 و 47% طيب هذا التدهور في القيمة الشرائية إلى أي مدى أدى إلى اتساع الهوى بين الطبقات الاجتماعية في تونس؟ طبعا شكرا على السؤال هذا التدهور في المقدرة الشرائية للطبق الوسطى أدى إلى اهتراء هذه الطبقة وتراجع عدد كبير وجزء كبير منها إلى طبقة الفقراء وطبقة المعدومين يعني هناك في تونس حالة من ارتفاع منصوب الفقر حالة من ارتفاع عدد البطالة حالة من ارتفاع الحد الأدنى يعني لما يسمى خط الفقر كل هذه المؤشرات أدت إلى وجود طبقة واسعة من المفقرين حتى إن كانوا إلى وقت قصير أو إلى عشر سنوات أو خمس سنوات يعتبرون من الطبق الوسطى وهذا قد أذر بالاستهلاك عموما كمحرك من محركات الاقتصاد نعم هناك تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي مؤخراً بيقول إن زيادة كتلة الأجور في تونس هو ما أدى إلى الأزمة المالية التي تعيشها البلاد إلى أي مدى تتفق مع هذا التقرير؟ في الحقيقة هو تقرير يقرأ نصف الحقيقة هناك كتلة الأجور في تونس هي في معقولة جداً غير أن نسبة النمو ضعيفة وبالتالي فإن حجم كتلة الأجور ستبرز ولكن هذا لا يعني أنها هي في حد ذاتها كتلة بارزة ثانياً في الحقيقة اقتصادياً هناك مدارس مختلفة ولكن تجمع أغلب المدارس أنه لا يوجد معطى موضوعي يعني لا يمكن اعتماد نسبة الأجور في الدخل الخام كمعطى اقتصادي واضح يمكن أن نستنتج به استنتجات واضحة فإذا كانت هناك دولة اجتماعية تقوم على مساعدة المواطنين والتكفل بالصحة والتكفل بالتعليم طبعاً ستكون كتلة أجور مرتفعة وإذا كانت هناك دولة قائمة على التصور الليبرالي وانسحاب كامل الدولة من الاقتصاد وخوصة جميع القطاعات فهذا سيؤدي طبعاً إلى كتلة أجور مخفضة فالأمر نسبي مرتبط بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تطبقها الدول وليس مرتبطاً بمؤشرات واضحة يعني صندوق النقد الدولي وهو يعطي هذه الحقيقة يعطيها مشوهة ويلوي عنق الحقيقة من أجل فرض برنامجه وهو الخفض في النفقات العمومية نعم أشكرك شكراً جزيلاً ضيفي من تونس طارق السعيدي الكاتب والمحلل السياسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر